هذا وقد التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني إكوا ولذلك لبحثي سبل التعاون المشترك وعلى همشي فعالية اليوم الثاني لمؤتمر كوب 27 أعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزاز مصر باستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953 كما أكد على حرص مصر على تقديم كافة التسهيلات اللازمة والممكنة للمكتب الإقليمي من جانبه شهد رئيس منظمة إكوا بتنظيم مصر المتميز لقمة المناخ معتبرا أو معبرا عن امتنانه للدعم والدور الناشط الذي تقوم به مصر في إطار عضويتها بمنظمة الإكوا